كي تكتمل الصورة في الشأن الثالث من شؤون النبوة الخاتمة ما بين التنزيل والتأويل لا بد أن أمر ولو بنحو سريع على برنامج حركة التأويل التدرجية في سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذا سأعرض بين أيديكم مجزا سريعا بهذا الخصوص مرحلة التأويل بدأت من بيعة الغدير من يوم الغدير الشريف بدأت مرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل وصارت حركتها بنحو تدريجي أمير المؤمنين وإمامنا الحسن السبط أهم جانب في مسيرتهم وفي برنامجهم في مرحلة التأويل ما قام به من تمهيد لمشروع عاشورة القضية واضحة تبدأ من مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قتل الصحابة بالتعاون مع بعض من نساء النبي قتلوا رسول الله مسموما صلى الله عليه وآله وصلنا إلى هذه النتيجة الواضحة من أن الأمة قد غدرت بنبيها وغدرت ببرنامجه برنامج محمد صلى الله عليه وآله هو برنامج الغدير هذا هو مخطط وبرنامج محمد لأمته برنامج الغدير وقد أمضى هذا البرنامج الأمة بايعت وجرى الذي جرى من تثبيت بيعة الغدير في واقع هذه الأمة لكن الأمة غدرت بالغدير وبرنامج الغدير لم يبقى موجوداً إلا في أجواء أولئك الذين تمسكوا بولاية محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما ومر الكلام عن ارتداد الأمة بعد نبيها لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام خلاصة القول غدروا بالغدير وتوقف برنامج الغدير لابد أن ننتقل إذن إلى البرنامج البديل إلى البرنامج الثاني البرنامج الثاني هو برنامج القربان برنامج القرابين ابتدأ هذا البرنامج بالقربان الأول من قرابين محمد صلى الله عليه وآله بفاطمة مع جنينها المحسن قتلوا فاطمة قتلوها النصوص واضحة عن محمد وآل محمد في أن فاطمة قتلت ومحمد أخبرنا عن أنها ستقتل فاطمة قتلت هذه الأمة الغادرة التي قتلت نبيها وغدرت بغديره الأمة هي هي التي قتلت أم أبيها قتلت فاطمة قتلت قيمة الدين بعد ذلك جاء مراجع النجف بعد أن قتلت السقيفة بني ساعد الشخص فاطمة جاء مراجع السقيفة بني مرجعية فقتلوا شخصيتها وقتلوا الشخصية أشد من قتل الشخص الشخصية مضمون الشخص سقيفة بني ساعد أرادوا أن يبعد فاطمة عن المدينة قتلوها قتلوا شخصها أما مراجع السوء مراجع الشيعة الأغبياء فقد قتلوا شخصية فاطمة حين أنكروا إمامتها قيمومتها منازلها إلى القائمة الطويلة مما صدر عنهم في الإساءة بحقها صلوات الله وسلامه عليها لا أريد أن أفتح هذه الجهة مشروع القرابين بوابته تضحية فاطمة فهي القيمة على الدين فلابد أن تبدأ التضحية منها هي القيمة على الدين لو أن الأمة خيرت بين ذبحها وذبح رضيعها أمام عينيها فإن الأمة فإن الوالدة ستختار ذبحها قبل أن ترى ذبح رضيعها بين يديها قبل أن ترى ذبح أولادها بين يديها القيمة على الدين إنها القربان المحمدي الأول كل ذلك كان مقدمة لمشروع عاشراء إنه مشروع القربان وهذه التسمية إنما أستنبطها من عقيلة بن هاشم حين خرجت في ذلك الليل البهيم في ليل الحادي عشر خرجت خرجت تسير في ذلك الظلام بين الأشلاء المجزرة هنا وهناك إنها رمال الطفوف توجهت عقيلة بن هاشم إلى الجسد الشريف هناك صورة جميلة في عينية الجواهر وحيث سنابك خيل الطغاة يا بقية الله وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشع توجهت إلى ذلك الجسد الشريف وحين وقفت عند الحسين وضعت يديها تحت ظهره إنه الصدر الذي داسته الحوافر والظهر كذلك لقد داسوا صدره وظهره وضعت يديها تحت من كبيه وما كان هناك من رأس لعزيزها لقد قطعوا الرأس الشريف وضعت وضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعت أشلاءه المقدس باتجاه السماء ورمقت السماء بنظرها اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان مشروع القربان اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان الحركة التأويلية لبرنامج أمير المؤمنين وإمامنا الحسن المشتبى كانت تمهيدا لمشروع عاشوراء أنا لا أتحدث عن كل تفاصيل البرنامج التأويلي إنما هي صورة جانبية صورة مقطعية الوقت لا يكفي للحديث عن التفاصيل وحين جاء دور الحسين في مرحلة التأويل أكمل ما بدأ به الأمير والمشتبى في تمهيد الأرض لمشروع عاشوراء ثم قام بتنفيذه الذي نفذ المشروع نفذه ليس بنفسه نفذه بنفسه وعلى نفسه فالحسين كما في زيارة الناحية المقدسة إمام زماننا هو الذي يصفه بأنه قد سمحت نفسه بمهجته الحسين نفذ المشروع بنفسه وعلى نفسه والحديث عن الحسين حديث طويل لكنني أقول بالإجمال مشروع الحسين كان مجتملا على هدف قريب وهدف متوسط وهدف بعيد أما الهدف القريب فكان مشروع الحسين يهدف إلى فضح ما قامت به السقيفة بن ساعد لقد وضع النقاط على الحروف وجل الأمر واضحا دماء الحسين شخصت للذين يبحثون عن الحقيقة شخصت تلك الدماء التي تدفقت على رمال الغاضريات شخصت الضلال الذي رسمه أصحاب الصحيفة في صحيفتهم الملعونة وبعد ذلك نفذوه وطبقوه في سقيفتهم المشؤومة هذا المشروع الحسيني في هدفه الأول في الهدف القريب وقد تحقق هذا الأمر جليا لكن في الوقت نفسه فإن الأمة ارتدت لا تسمعوا لوائلي النجف ولا تقرأوا في كتب محمد باقر الصدر وتلامذته لا تنصتوا لبيانات مراجع النجف من أن الأمة صلح حالها بعد عاشورا الأمة ارتدت هذا هو منطق أحاديث العترة ومنطق الأدعية والزيارات ما جاء في زيارة الأربعين وفي غيرها كزيارة العيدين مثلا ما جاء في الزيارات الشريفة حينما نزور الحسين صلوات الله عليه ونقول إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه زيارة الأربعين وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة هؤلاء هم القلة القليلة التي خرجت من صفة الارتداد وهم مجموعة حددتها الروايات من أصحاب السجاد صلوات الله وسلامه عليه وإلا فإن الأمة ارتدت صاحب الأمر في زيارة الناحية المقدسة يخاطب الحسين لقد قتلوا بقتلك الإسلام هذه المطالب يمكنكم أن تعودوا إليها في برامج المفصلة عودوا إلى برنامج يا حسين البوصلة الفائقة ستطلعون على كل هذه التفاصيل فالأمة ارتدت لكن الهدف الأول تحقق حتى المرتدون عرفوا الحقيقة من أن الأمة من بعد رسول الله وقعت في خديعة كبرى إنها خديعة السقيفة خديعة الشورى خديعة الخلفاء الذين تنتخبهم الأمة خديعة صحابتي والمهاجرين والأنصار إلى بقية ما خدع به المسلمون بعد رسول الله إنني أتحدث عن أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة لا أتحدث عن البشر الحمير وعن البشر الثيران فهؤلاء كثيرون في كل زمان الحكومات تركب على ظهورهم وأصحاب رؤوس الأموال يركبون على ظهورهم والمؤسسات الإعلامية تركب على ظهورهم إنهم البشر الحمير البشر الثيران البشر الأباعر وأفضل من يركب عليهم مراجع الدين علماء الدين هؤلاء الشياطين القبثة إنهم أخبث خلق الله مراجع الدين في كل الديانات لا أتحدث عن ديانة واحدة لكنني قطعا أهتم بما هو في ديننا بما هو في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية فمراجع الدين هم الشياطين الخبثاء هم الأكثر خبرة في استحمار الأتباع الأمة استحمرت من قبل الصحابة من قبل المهاجرين والأنصار وهم أيضا استحمر بعضهم بعضا بعلم بجهل باحتيال بشراء ذمم إلى موضوع طويل مفصل ليس المقام منعقدا للحديث فيه لكن شواهد التاريخ واضحة بين أيدينا موجودة في كتب مخالفي آل محمد قبل أن توجد في كتبنا حكاية الخديعة وحكاية الضلالة في هذه الأمة حيث ارتد المسلمون ارتدوا بحسب تعابير أحاديث صحيح البخاري ارتدوا على أدبارهم القهقرة هادت الأمة إلى جاهليتها والأئمة يحدثوننا عن أن الجاهلية الثانية التي ستقع فيها الشيعة زمان الغيبة هي أسوأ بكثير من الجاهلية الأولى هذه كلمات أمير المؤمنين وكلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن الشيعة ستقع في جاهلية زمان الغيبة الكبرى هي أسوأ بكثير من الجاهلية الأولى أما النواصب فقد عادوا إلى جاهليتهم بعد رسول الله بشكل مباشر وصحيح البخاري شاهد على ذلك وهو يتحدث عن الصحابة من أنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة فالذي جرى على الأمة بعد الحسين أن ارتدت لا كما يضحك عليكم الوائلي وخطباء حزب الدعوة وخطباء منظمة العمل الإسلامي الشيرازية الذين أخذوا فكرهم من سيد قوت لا كما يضحكون عليكم من أن الأمة بعد عاشور صلح حالها أبدا أحاديث آل محمد تجمع على أن الأمة ارتدت والذي لا يعتقد بهذا يكذب الكم الهائلة من نصوص الروايات والخطب والأدعية والزيارات وهي ثابتة في كتبنا التي نعرفها التي تشتمل على كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكنني أختصر لكم المقال في كلمة إمام زماننا في زيارة الناحية المقدسة يخاطب الحسين لقد قتلوا بقتلك الإسلام وانتهينا قتل الإسلام هذا الهدف الأول وهو هدف قريب قطعا سيد الشهداء لا يعبأ لهذا الهدف كثيرا مثل ما يعبأ للهدفين الباقيين هو هدف مهم لكنني أقايس هنا بين الأهداف الهدف الثاني الحفاظ على منهجية الكتاب والعترة وبعبارة أدق الحفاظ على برنامج العترة الطاهرة فقد مر الكلام في الحلقة الماضية من أن حديث الثقلين هو من الأحاديث البرزخية الهدف الثاني أن يتواصل برنامج العترة الطاهرة وهذا قد تحقق بالفعل وهو الهدف المتوسط أما الهدف الأبعد الهدف الأصل إنه تحقيق المشروع المهدوي عبر صناعة حاضنة حسينية من اللحظة التي قطع فيها رأس الحسين وإلى يوم الظهور فهناك حاضنة حسينية هي هذه التي تتحدث عنها زيارة الأربعين من أن الحسين استنقذ العباد المخلصين من حيرة الجهالة والضلالة أولئك الذين سيولدون في هذه الحاضنة المقدسة في الحاضنة الحسينية هل نحن جزء من هذه الحاضنة أم أن الحاضنة في مكان بعيد عننا ونحن الذين ندعي أننا خدام الحسين فإننا نقوم بخدمتنا في مكان آخر في حاضنة أنشأتها لنا سقيفة بني نجاف ويبدو أن الحقيقة هي هذه فإننا نخدم في حاضنة وسخة قذرة الحاضنة التي أنشأتها لنا سقيفة بني نجاف بني مرجعية وإلا فكل الخطباء وكل الشعراء وكل الرواديد يرددون من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين وكل ذلك يخالف بدرجة مئة بالمئة ما قاله أمير المؤمنين قبل مقتل الحسين وما يظهر من كلمات سيد الشهداء نفسه في يوم الطفوف وما جاءت به أحاديث العترة الطاهرة وزياراتهم وأدعيتهم لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة فالحسين في حركته ضمن البرنامج التأويل في مرحلة التأويل أكمل ما شرع به الأمير والمشتبى صلوات الله عليهما من صناعة مقدمات لمشروع شراء ونفذ المشروع بنفسه وعلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه وبعد الحسين جاءنا السجاد هنا هنا بدأ التأسيس الحقيقي العملي لمرحلة التأويل كل الذي مر بكل عظائم أموره ما جرى على أمير المؤمنين ظلامة أمير المؤمنين هي الظلامة الأعظم ظلامة علي أشد من ظلامة فاطمة فظلامة فاطمة هي جزء من ظلامة علي وظلامة الحسني تلك الظلامة التي بتخطيط من الحسني أن خزنها في خزائن الكتمان لماذا كي يفسح المجال لظلامة الحسين أن تنتشر لأن مشروع الحسين أن يجيش العواطفة وأن يعسكر الوجدان عبر ما جرى عليه من ظلم واستباحة وألم ووجع ما جرى على الحسين بكل تفاصيله كان آلة ووسيلة لتجيش العواطف ولعسكرة الوجدان عبر الأجيال فلسنا بحاجة إلى أكثر من ثورة دم واحدة إنها ثورة دم الحسين الذي لا زال يفور يفور في عالم الحقيقة يفور في الملأ الأعلى حيث حيث استقر دم الحسين هناك في عالم الخلد ولا زالت أضلة العرش تقشعر وقشعرت أضلة العرش مع أضلة الخلائق هناك في عالم الخلد حيث سكن الدم الفوار في وصية سيد الشهداء لزين العباد بعد أن جاءه مودعا الوداع الثاني وخرج الحسين ولم يعد إلى خيامه بعد هذا الوداع من جملة ما نقلت لنا كتب السيار فإن الحسين قال للسجاد ولدي علي إنني سأقتل وسيبقى دمي يفور سيبقى دمي فوارا حتى يظهر وحتى يقبل مهديه حتى يثأر ولدي المهدي لدمي هذا فلازال الدم الحسيني فوارا فوارا في عالم الحقيقة وفوارا في عالم الخلد حيث لازالت أظلة العرش تقشعر لفورة هذا الدم لازال هذا الدم فوارا في وجدان أولياء الحسين لازال هذا الدم فوارا في قلب الحجة ابن الحسين لازال هذا الدم فوارا في برنامج التمهيد لقائم آل محمد عند أشياعه المخلصين الحسين الحسين جيش العواطف وعسكر الوجدان وجند القلوب باتجاه غاياته وأهدافه وجرى الذي جرى في تلك في تلك البانوراما التي لا تماثلها بانوراما في هذا العالم لا أريد أن أتشعب كثيرا فإن الحديث إذا ما وجهته باتجاه الحسين لن يتوقف سيتدفق الحديث من بين لهواتي تدفقا لا أستطيع أن أقف أمامه من الحسين إلى السجاد السجاد هو الذي أسس التأسيس الحقيقية العملية لمرحلة التأويل قلت لكم حديثي في صورة جانبية في صورة مقطعية صحيفته السجادية صلوات الله عليه التي كتبها بخط يده كانت برنامجا لمجتمع شيعي كان من الممكن أن يتحقق زمان الغيبة الكبرى وقد تحدثت عن هذا الموضوع عودوا إلى برامجي لا أستطيع أن أفصل القول هنا الصحيفة السجادية ما هي بكتابي دعاء لأجل أن تقرأ هذه الأدعية على سبيل الذكر والطقوس الصحيفة السجادية كانت برنامجا متكاملا خارطة تفصيلية لمجتمع شيعي يكون على أفضل حال لو أن شيعة ساروا بالاتجاه الصحيح وما ركض مراجعهم مراجعهم باتجاه ثقافة سقيفة بني ساعدة مثل ما قال لهم صاحب الأمر في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شياطين كأنهم لا يعلمون خبثاء حقراء كأنهم لا يعلمون والأمر لا زال يجري إلى يومنا هذا في هذه الحوزة النجفية المشؤومة ولا أتحدث عن الجغرافيا أتحدث عن المنهج أينما كان أكان في العراق أم كان في إيران أم كان في لبنان أم كان في الهندي أم كان في أفغانستان لا أتحدث عن الجغرافيا إنما أتحدث عن المنهج نذهب إلى فاصل